اهلا بكم الى مجهز اخبار الان اكدت مصادر اعلامية ان الاشتباكات التي شهدتها احياء مدينة الرقة بين قوات سوريا ديمقراطية وتنظيم داعش اصفرت عن قتل اثنين وثلاثين فردا من داعش بالاضافة الى تدمير عربتين مفخختين تابعتين للتنظيم هذا وتمكنت قوات سوريا ديمقراطية من تقسيم الرقة الى قسمين مع استمرار العمليات المدعومة من القوات الامريكية افاد مصدر محلي في محافظة كاركوك للسومريا نيوز ان تنظيم داعش اعدم ما يسمى القضي الشرعي له في منطقة العباسي بقضاء الحويجة جنوب غرب كاركوك واربعة من مرافقيه وعلق جثتهم على اعمدة الكهرباء بتهمة محاولة الانشقاق وتشكيل تيار مسلح مناهض لدولة الخلافة واضف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان موجة الاعدامات الداخلية في تنظيم داعش ارتفعت بسبب الخلافات الحادة بين قيادته العليا والتي بدأت تنعكس على شكل تصفيات جسدية تبرز بشكل اعدامات ميدانية في بعض مناطق ما يعرف بولاية كاركوك التي يتركز ثقلها في الحويجة اعلنت منظمة الصحة العالمية ان عدد المصابين جراء وباء الكوليرا في اليمن اقترب من نصف مليون حالة منذ 27 من ابريل لسنة الماضي وقالت المنظمة انه تم تسجيل اكثر من 496 الف حالة يشتبه باصابتها بوباء الكوليرا في اليمن مع تسجيل 1966 حالة وفاة مشيرة الى ان هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة يمنية اعلن المعهد الامريكي للجيوفيزيا ان زلزالا شدته 6 درجات و14 درجة ضرب الاحد جزيرة سومطرة الاندونيسية لكن خطر وقوع تسونامي مستبعد حسب ما ذكرت الوكالة الاندونيسية للزلازل فقال محمد رياضي المسؤول في الوكالة الاندونيسية ان الزلزال كان قويا ووقع على عمق ضئيل موضحا ان السكان شعروا به حتى مدينة بادانك في غرب سومطرة واضاف انه ليس هناك خطر وقوع تسونامي بعد الزلزال الذي لم ترد اي معلومات حتى الان عن تسببه بوقوع ضحايا او بدمار اشتذب مهرجان جوتشا للفرق النحاسية في صربيا في دورته السابع والخمسين عشرات الالاف من الناس الذين احتشدوا في الشوارع للاستمتاع بانغام العصف على الابواق في اهم مهرجان للموسيقى التقليدية في البلاد وتصديف جوتشا وهي في العادة مدينة هادئة لا يقتنها سوى ثلاثة الاف وسبعمائة شخص في تلال جنوب غرب سربيا الاحتفال الذي تتنافس فيه خمسين فرقة من فرق العزف الى اللقاء اشتركوا في القناة